خلينا روح بقى للجناح التاني وقفة أيات الزهب بيتي اه بيتك بقى بيتك نادي الأهلي والموسم كبير جدا عملنا السنة دي وكانت بداية تحدي السنة الفاتي كان عندنا دروب كبير خدنا الدوري وخسرنا الكاس ومشاكناش بطوط أفريقيا السنة الفاتي ولكن السنة دي كان عندنا أربع بطولات خمسة خمس بطولات لا خلينا نفتكرهم مع بعض سوبر دوري دوري وكاس وأفريقيا وسوبر مصري ايو بدايته صعبة وكانت نبهين في خردين معروف ان حمله عالي جدا في التدريب تقييمك ايه للموسم تقييمك ايه بعد نهاية الموسم في موسم احنا كنا بدئينه بأحلام كبيرة جدا وانتهى بموسم تاريخي ولكن يعني تقييمك ايه راضين عن نفسكو كفرقة شايفين ده بداية ولا نهاية يعني تكلمين عن وجهة نظرك كلاعبة من نجمات الفريق يعني بمص بصراحة يعني أنا لو هتكلم عن الموسم هو كان موسم صعب في كل حاجة نفسيا وجسديا يعني احنا تعبنا وكنا نستحق ان الموسم ده يبقى من اول والاخر بتاعنا نعم احنا طول السنة كل واحدة فينا عندها اي حاجة بتأثر في الحاجة اللي عندها دي عشان الفولي كل واحد سايب وراه حاجات كتير قوي احنا طول السنة يعتبر معسكرين نعم فيعني أنا هقول ان احنا ده موسم ناجح بس كنا محتاجين ان احنا نكافئ نفسنا بأفريقيا دي كانت مكافئتنا احنا كلعيبة لنفسنا يعني انتو كنتم ناجح بس انتو عايزين موسم تاني عايزين مكافئة بقى يعني احنا دلوقتي كسبنا كل حاجة عايزين ناخد المكافئة المكافئة بتاعتنا كانت افريقيا يعني والله مش عايزة اقول لحضرتك احنا بجد تعبنا ازاي واضح وبين وعشي يعني يمكن انا من لعيبة اللي ما خرقت شوالا ماتش في بطولة افريقيا سهل صعب يعني انا دايما كنت عايز يعني انا عندي مشكلة ان انا بحس بنفس كتير جدا واضح يعني انا دلوقتي بتمرن في المنتخب يعني مثلا كريم انا هنزل طب بقول لك ايه انا كده اتمرنت النهاردة كويس لأ طب انا ممكن بعد ما خلص انا قروح اجري ايو انا بحس ان انا مقصرة حتى لو الناس اللي حوالي شايفة لأ ان انت كده عملت تبرينا كويسة فكفية كده بس دي اول خطوات النجاح اللي انت بتقول دي اول اهم حاجة في النجاح بس ممكن ممكن وقتها باجي على نفسي في حاجات تانية يعني انا ممكن انا بقى تعبانة ومش قادرة بس انا من جوايا لأ اتعابي عشان ربنا يديكي انا بقى مشي بالمبدأ ده يعني مثلا كان كابتن ابراهيم ممكن يقولي الصبحة اللي لعبه الستة اللي لعبه مبارح ما ينزلوش تابرين الصبحة قولوا لي لا 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 انا هنزل الصبح انا هنزل مع حضركة مرن حتى لو عالعب ارسال حتى لو هستقبل فانا كنت من الناس دي يعني في وقت من الاوقات يعني مش لازم ابقى قوي كده يعني عشان انا جسمي ليه حق علي فانا يعني وقتها يعني كابتن كان خلاص انت عايزة تنزلي خلاص نزلي واستقبلي وعملي بالضبط فكنت انا من الناس دي فكان انا يعني انا كان نفسي بجد على كل التعب اللي انا تعبته ان ربنا يكرمني ونتوى كلنا بطولة افريقيا وبالاخص كمان ان هي كت عندنا في النادي فيمكن دي كانت اسوأ حلقة في الموسم السانية دي ان احنا مكسبناش افريقيا ويعني خليه كل الناس عارفة ان محدش فينا اثر او لو حصل اي دروب بيبقى غصبا عن اللاعب يعني هو كفاية اللوم اللي احنا جبناه على نفسنا يعني انا عدت مثلا فترة بتاع ثلاث اسابيع انا يعني كنت اقفل على نفسي تماما وبراجع نفسي انا اتفرجت على المطش مثلا بتاع ست مرات في اللي هو درجة ان الكريم اخد مني الموبايل ما بقيتش امسك موبايلات بسبب الحالة انا كنت دخل عليها بسبب كم الهجوم وحاجات كتير اوي بس او يعني او حد يفتكر ان ممكن واحدة فينا تبقى اثرت في حاجة او عايزة اتقصر او عايزة او اصدها اتقصر ما احنا كلنا انا قبل قبل المطش ده يعني في معينا المعد النفسي بتاعنا كانت دكتور نادا انا قبل المطش ده اول ما دخلت من من باب اللوكر قلت لهم دخلت الصالة وبعد كده لقيت ناس كتير اوي خرقت قلت لهم جماعة بالله عليكم من روح الناس دي مقصور خطرها والله انا اول حاجة قلت لهم انا كنت كتبة كده على لوحة كده في اللوكر جوا يا رب ما نكسرش بخطر جمهورنا نوعا انت بتدمعي عشان ده حقيقي بجد احنا اكيد ما كانش نفسينا ان احنا نكسر بخطر الجمهور ونزعله هم اول دعم لنا بس فيه وقت من الاوقات يعني ما بيبقاش حد قصد ان هو هيأثر او ممكن حد يفتكر ان فيه شخص اثر او ما عملش اللي عليه او يعني تخازل لا هو بتبقى حاجات بتحصل فجأة يعني انت نفسك لما بتجي تتفرج بعد كده بتقول انا ازاي عملت كده انا ازاي في اللحظة دي كان لازم امسك نفسي عن كده انت الشخص اللي جواك بيكلم نفسه كتير جدا فهو كمان بقام يعني بيلاقي الناس كمان بيتكلموا مع كلام نفسه فالواحد بيخش في صراعات رهيبة يعني تسمحي لي حييكي شكرا لان انا لما قلت لك قيم الموسم انت ما قيمتش البطورة اللي كسبتها انا سايبك تكملي كلامك وما تعتقش لان انت بدأت بالخسارة وبدأت بالخطة اللي احنا ما توفقناش فيها ويعني عينك دمعت لان انت اتكلمت ان انت كنت هدفك ان انت متخليش الناس تمشي زعلان يعني فهمت ازاي يعني انت كان هدفك الاساسي ان اسعاد الناس اسعاد الناس واسعاد الجمهور اللي كانت في ارض الملعب وصدقين ده واصل الجمهور واحنا حتى كنا استدوى الابطال او بنامج الابطال عمرنا ملومنا عليكم في اخسارة افريقيا بالعكس احنا شايفين ده هو ده الرياضة وده لازم نتقبل الجزء يعني حتى احنا عايز اقول لحضرتك يعني الشوط الخامس حتى لو احنا ملعبناش فيه خلص خمستاشر طالتاشر يعني مش فرق هو ظروف حصلت انت مش فاهم ايه اللي حصل بس بدي حقيقة يعني انت قصا كنت بتحتفل بالمطش فجأة المطشة قلب فيعني دي حاجة برضو تعلمنا في اللي جاي ان احنا ما نحتفلش غير مع صفارتها بس انتو انا بقول انتو محتفلتوش اوي برضو مش احنا مش احنا كلعيبة والله احنا مش كلعيبة خالص يعني احنا 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 اصلا لقينا الناس بتقول ان احنا كنا بنحتفل قبل المطش احنا كلعيبة والله محتفلتوش انا بقول لك بس هو حصل عدم توفيق او يمكن يعني دايما انا بحب ايه حلل الحاجات كده ممكن ربنا عمل الحاجة دي عشان مثلا ممكن كت حاجة غلط وربنا عايزها تتصلح او عشان الناس معينة ما تفتكرش ان هي ماشية صح فبالضبط لكلامك مليون في المية صح